طيب دكتورة نهلة عايزين نعرف بقى كيف يتم التعامل مع طلبة زي سجد وازاي نقدر نخرج طالب على نفس المستوى والله أدركنا هذا أن هؤلاء الطلاب فعلا موهوبين في أشياء كثيرة جدا فجاءت فكرة هذه المسابقة ولما وجدنا هذا العدد الضخم الكبير في مختلف المواهب وهذه القدرات المتنوعة تقدمنا بطلب لفضيلة الإمام الأكبر بإنشاء أكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين والحمد لله تمت الموافقة على هذه الأكاديمية وفي هذه الفروع التي فاز فيها الطلاب وفي غيرها مما يستحدث من الفروع القادمة إن شاء الله وإن شاء الله نبدأ العمل فيها قريبا لنستوعب هؤلاء الطلاب لأن الطلاب منهم من هو موهوب بالفعل ولكنه يحتاج إلى أستاذ نعم ومنهم من هو على أعتاب هذه الموهبة عنده الموهبة ولكنها تحتاج إلى ضربة وميران وسقل لهذه الموهبة فإن شاء الله فصول هذه الأكاديمية سيكون فيها أساتذة متخصصون كل في فرعه ويتم إلحاق الطلاب بها إن شاء الله هذا على صعيد البواهب والخدرات التي لدى الطلاب أيضا معظم الطلاب الذين فازوا معنا في مسابقة القرآن الكريم كانوا من خريج مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وهذه المدرسة منذ عام تقريبا وولدت في الحقيقة مدرسة عملاقة جدا يعني منذ أن افتتحنا هذه المدرسة وجدنا إقبال الطلاب من داخل مصر ومن خارجها إقبال غير عادي وكانت شروط فضيلة الإمام أن يدرس في هذه المدرسة من اختبر من قبل لجنة تحكيم على مستوى عالي وهم لجنة مراجعة المصحف في مجمع البحوث الإسلامية فتم عقد اختبارات كلها لطلبة جامعة الأزهر فقط لا لطلب الطلاب الوافدين سواء كانوا من تعليم قبل الجامعي أو الجامعي مشاركة أن يكون يعني إقامته في مصر إقامة حتى لو طالب وافد لكن له إقامة يعني هم من داخل الأزهر فهذه المدرسة كانت عبارة عن فصول متنوعة فيها جزء عامة فيها أيضا ثلاثة أرباع القرآن مستويات مستويات نعم وكل طالب له ملف ويتم متابعة الطالب أولا بأول وإلى أن يتم الجزء المطلوب منه فحافظنا أولا عن أن تكون مستويات الطلاب لأن حفظ القرآن شيء أساسي في الأزهر الشريف فضمننا لهم أن يكون في نهاية العام في المادة الدراسية التي هي القرآن أن يحصل على امتياز إن شاء الله وفي نفس الوقت يضيف حفظا زائدا على حفظه وإن شاء الله نخرج الدفع الأولى قريبا من هذه المدرسة من أتم حفظ القرآن كاملا بالقراءات إن شاء الله دعوز أن يكون مدرسة مدرسة